في أولى صفحات أجندة الإصلاح الاقتصادي أمر الرئيس الجزائري بفتح باب الخصخصة لأول مرة في تاريخ البلاد بعيداً عن النفط والغاز الذين يعدان شريان السيولة المالية والمورد الرئيسي للنقد الأجنبي فالضغوط التي خلفتها تدعيات كورونا على الاقتصاد الجزائري وتهاوي أسعار النفط كبدت الموازنة العامة للعام 2021 عجزاً مالياً تاريخياً بلغ 22 مليار دولار مما دفع الحكومة لإعادة ترتيب أجندتها للنهوض من جديد لمواجهة عدة تحديات اقتصادية واجتماعية على رأسها إيجاد بدائل اقتصادية عن العوائد النفطية التي أرهقت الاقتصاد الجزائري وتسببت في تأكل احتياطيات النقد الأجنبي ورفعت من معدلة البطالة لمستويات تجاوزت 13% دعوة الرئيس الجزائري إلى السماح ببيع حصص في الشركات والبنوك الحكومية رغم أنها لم تحدد تفاصيل وحجم الشركات أو الحصص المستهدفة إلا أنها تشكل أولى الخطوات في نهج الإصلاح الذي طال انتظاره ووعد به الرئيس عبد المجيد تابون عدة مرات والذي يستهدف فتح رأس مال الشركات العامة والابتعاد عن التيسير الإداري للنهوض بالاقتصاد وتنويع مصادر دخله فهل يشكل عام 2021 بداية فراجة للاقتصاد الجزائري تحت مظلة الإصلاح الاقتصادي؟ أم سيبقى كورونا تحدياً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الوعود؟ ترجمة نانسي قنقر